اشتركوا في القناة 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 وكان عبد الله ابن مسعود رجلا ضعيف الجسم ضعيف البنية له ساقان دقيقتان ضعيفتان قال انا اقوم فاقرأ القرآن امامهم فقال اصحابه لا لو احدا غيرك يا عبد الله نريد رجلا تمنعه عشيرته وقبيلته منهم قال انا اقوم وسيمنعني الله عز وجل قوة ايمان القضية ليست بالجسد بل بالايمان قام عبد الله ابن مسعود فذهب الى المقام واذا به يجهر بالقرآن وانظروا بأي سورة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن سمع كفار قريش من تجرأ وقرأ القرآن ما هذا الصوت من اين يأتي فاذا بهم يتجمعون على عبد الله ابن مسعود يستنكرون قراءته الرحمن علم القرآن اخذوا يضربونه ليمنعوه من القراءة يضربون عبد الله ابن مسعود وعبد الله مصر على قراءته لا يبالي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يضرب عبد الله ولكنه يستمر بقراءة القرآن يضرب ضربا شديدا والدم ينزف منه ما ترك حجرا ما ترك نعلا ما ترك شيئا الا وضربوه به وهو ذو بنية ضعيفة لكنه قوي الإيمان يشتهد بالقراءة ويرفع الصوت يريدون إسكاته لا يستطيعون علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذا به يقرأ ويسترسل حتى سقط على الأرض ولا يعرف وجهه من قفاه من كثرة الدماء سالت الدماء من جسده وفي اليوم الثاني قالوا له يا عبد الله أرأيت ما حذرناك منه قال والله ليسوا بأهون منهم البارحة منهم اليوم اليوم أهون هم عندي من البارحة ولو شئتم لخرجت في اليوم الثاني وجهرت بالقرآن مرة أخرى فمنعوه وقالوا لا يا عبد الله كف عن صنيعك فقد أسمعتهم كتاب الله إنه عبد الله بن مسعود ساقاه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما ساقى عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة بالرغم من أن المشركين كانوا يعذبون كل من يقرأ القرآن كل من يتلو كتاب الله جل وعلا بالرغم من أنهم كانوا لا يدعون أحدا يستمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا إلا أنهم كانوا يحبون الاستماع إليه كيف هذا؟ أبو جهل بن هشام أبو سفيان بن حرب الأخنس بن شريق من أعداء رسول الله ومن كبار المشركين كان كل واحد منهم إذا حل الليل ذهب متسللا لوحده إلى مكان قريب من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد منهم يدري عن الآخر إنه كلام الله نفوسهم تشدهم للاستماع إليه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ليس على بشر على جماد على جبل أصم ماذا يقول الرب عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله أبو جهل يستمع لوحده أبو سفيان يستمع لوحده الأخنس يستمع لوحده في الطريق وهم قافلون عائدون قبيل الفجر إلى بيوتهم يلتقي الثلاثة في طريق واحد ويحكم ماذا تصنعون لو رآكم سفهاؤكم لأوقعتم في نفوسهم شيئا لا تعودوا لهذا يتفقون على أن لا يعودوا في الليلة الثانية كل واحد يذهب للاستماع لقراءة القرآن أبو جهل وأبو سفيان والأخنس كل منهم يستمعون لكن للأسف قلوبهم ما تدبرت كأن القلوب عليها قفل أفلها يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في الليلة الثانية لما يقبل الفجر يعودون إلى بيوتهم فيصادف كل منهم الآخر ويحكم ماذا تصنعون لا تعودوا لمثل هذا في الليلة الثالثة يفعلون مثل صنيعهم لكنهم يتعاهدون على أن لا يعودوا مرة أخرى كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا كلام الله وأن هذا رسول الله لكنه الكبر لكنه العناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هكذا كانوا يفعلون مع الناس لكنهم إذا خل الليل يحبون استماع كتاب الله جل وعلا وبدأت مرحلة جديدة بين المؤمنين وبين المشركين كل من كان عنده من قبيلته رجل آمن مستضعف بدأوا بتعذيبه بدأت الآن مرحلة التعذيب القاسح جلد تجويع ضرب سحل حتى أن الواحد منهم كان يوضع في الرمضاء جائع يقتله الجوع والعطش لا يبالون يجلد الناس جلدا ولا يبالون بل كان بلال رضي الله عنه ويملكه أمية بن خلف كان يأمر الصبيان فيضع حبلا حول رقبته رقبت من؟ بلال رضي الله عنه ما أراد منهم شيئا أراد فقط أن يؤمن بربه جل وعلا ويوحده فكان يضعون حبلا حول رقبته ويجره الصبيان حول جبال مكه وبين جبالها حتى أن الحبل يؤثر برقبته يجوعه ويعطشه أمية ثم يضعه على الأرض الحار في الصيف الحار ثم يضع صخرة على صدره يكاد يموت وهو يقول أحد 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 بل إن أمية بن خلف يقول له يا بلال لا أزال بك هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتؤمن بالله والعزة فيقول بلال والله لو أعلم كلمة أخرى أغيض لكم منها لقلتها أحد 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 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين شاب صغير اسمه خباب بن الأردس مولاته أمرت به فضرب ضربا شديدا كان حدادا وكانت تضع له الجمر الجمر الحار النار ثم يؤتى به فينزع الرداء عن ظهره ثم يوضع ظهره على الجمر الحار حتى أن شحم ظهره لما ذاب أطفأ النار أي نار هذه التي أحرق بها خباب من مثل خباب في ذلك الزمان ما صده عن دينه شيء أبدا كان يعذب وكان يحرق ومع هذا كان يصبر في سبيل الله جل وعلا هكذا كانوا يتعذبون خباب بشدة التعذب ولم يتجاوز الثامنة عشر من العمر جاء إلى رسول الله عند الكعب متوسدا فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غضب إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويؤتى بمشار الحديد على مفرق رأسه يفرق فرقتين ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه شيئا لكنكم قوم تستعجلون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات تعذيب ضرب جلد فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عمار بن ياسر أبوه ياسر أمه سمية الأسرة كلها وأمه امرأة كبيرة عجوز كانوا يعذبون عذابا شديدا حتى أن عمار ينظر إلى أمه تضرب وإلى أبيه يجلد وهو معهما ومع هذا لا رحمة لهم يمر عليهم أبو جهل فيقول لجالدهم اضرب وزد عليهم ضربا ويمر النبي يصبر هذه الأسرة أي أسرة هذه كلها تعذب في سبيل الله يقول النبي لهم صبرا آل ياسر صبرا فإن موعدكم الجنة وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا جنة وحرير جزاءا لما لصبرهم على أي شيء صبرهم على هذا العذاب بل إن أبا جهل والعياذ بالله أخذ حربة فضرب بها قبل من؟ أم عمار حتى ماتت أما أبوه فقد مات من شدة التعذيب أبو عمار ياسر مات أبوه وماتت أمه فازدادوا على عمار ضربا يريدون ذبحه وقتله حتى لم يصبر عمار فإذا به رضي الله عنه يقول ما أراد في رسول الله فإذا به يبكي إلى رسول الله يذهب بكى عند الرسول قال يا رسول الله يا رسول الله لم أصبر فتكلمت فيك وقلت كذا وكذا فأنزل الرب عز وجل إلا من أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن بالإيمان أي إلا من قال كلمة الكفر مضطرا لكن قلبه مؤمن ومطمئن بالإيمان لا حرج عليه فقال النبي لعمار إن عادوا فعد إن عادوا فعد هذا يضرب وهذا يجلد صهيب الرومي ضربوه ضربا حتى أغمي عليه فكان يقول كلاما لا يدري ماذا يقول ولا يعي ماذا يقول هذا صهيب الرومي رجل كان كريما عزيزا بين مكة لكنه لما آمن عذب عذابا شديدا يعذب هذا ويضرب هذا حتى مصعب مصعب بن عمير ما سلم منهم مصعب كان أترف أهل مكة وكان يأكل أفضل الطعام ويلبس أحسن اللباس وكان أترف شباب مكة لما أسلم أمه أخذت منه كل أمواله بل فردته من البيت وصار رجلا فقيرا لا يدري كيف يأكل وماذا يلبس يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون يقول ابن عباس عن الذين تعذبوا قال كانوا يعذبون حتى إن أحدهم لا يستطيعوا أن يستوي جالسا من شدة الألم بل من شدة الضرب والتعذيب كانوا يقولون لأحدهم آلات والعزة إلهك من دون الله فكان يقول اللات والعزة إلهي من دون الله وقلبه مطمئن بالإيمان حتى أن الجعل حيوان حشرة تمر على الأرض يقولون له هذا الجعل إلهك من دون الله فكانوا يقولون الجعل إلهي من دون الله من شدة التعذيب ومن شدة الضرب هكذا كان يُعذّب أصحاب النبي لمَ؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ هذه مرحلة من أصعب مراحل الإسلام أراد الرب أن يصفي المؤمنين ويستخرج منهم أفضلهم أبو بكر الصديق وهو يرى أصحاب النبي يتعذبون يجرون في الرمضاء يضربون ويجلدون لم يسكت ولم يقعد بل ذهب إلى أمواله وأخذ ينفقها في سبيل الله عز وجل أخذ يشتري فلان ويعتقه لوجه الله وفلان ويعتقها لوجه الله جاء إلى عامر بن فهيرة وهو أحد الذين شهدوا بدراً ومن السابقين في الإسلام فاشتراه بحر ماله واعتقه لوجه الله جاء إلى امرأة اسمها زنيرة امرأة كبيرة كانت تعذب لأنها أسلمت ودخلت في الدين فاشتراها بأمواله واعتقها لوجه الله جل وعلا وكانت هناك امرأة من قريش امرأة كافرة حبست عندها امرأتين النهدية وابنتها كانت جاريتان عندها تعذبهما وتكلفهما أكثر من طاقتهما وأقسمت ألا تعتقهما أبداً لأنهما أسلمتاً فجاء أبو بكر واشتراهما بأمواله واعتقهما مباشرة لوجه الله جل وعلا رأى بلالاً يعذبه من؟ أميت ابن خلف عذاباً شديداً يجره في الرمضاء ويضربه قال أشتريه منك فأبى أن يبيعه عليه فرفع ماله ورفع ثمنه ورفع ثمنه حتى أعطاه إياه بثمن غال حتى قال أبو بكر والله لو لم يبعني بلالاً إلا بوزنه ذهباً اشتريته فاشتراه أبو بكر واعتقه لوجه الله جل وعلا فجاء والد أبي بكر ولم يكن أسلم في ذلك الوقت قال يا أبا بكر يا أبا بكر ماذا تصنع؟ لم تشتري الضعفاء من الناس؟ لو أنك اشتريت رجالاً أقوياء منعوك من الناس وكانوا حماية لك؟ قال يا أبي أنا لا أفعل هذا الأمر لأجل هذا قال إذن لم تفعل هذا يا أبا بكر؟ قال أنا أفعله فقط لله جل وعلا أنفق أموالي لله جل وعلا فأنزل الرب فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى لم يا أبا بكر؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى سوف ترضى يا أبا بكر سوف يرضيك الرب عز وجل جزاء لصنيعك هذا يشتري الضعفاء والفقراء والمساكين ويعتقهم لله جل وعلا لا يريد منهم جزاء ولا شكور هذا صنيع وفعل أبي بكر في بداية الإسلام اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الأذى شديدا ومن أقرب الناس إليه عمه أبو لهب لم يسلم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تبت يدى أبي لهب وتب وكانت لأبي لهب زوجة خبيثة سليطة اللسان امرأة فاسدة كانت تضع الشوكة والحطبة على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند باب بيته فلما سمعت أن الله عز وجل أنزل في زوجها آيات تظنه هجاء جاءت إلى الصحابة وهم جلوسا والنبي بينهم صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تحمل حجرا كبيرا فسألت الصحابة والنبي جالس أين مذمم تسميه مذمما قالوا لها وما تريدين فيه قال سمعت أنه هجى زوجي يعني أبا لهب والنبي أمامها وأعمى الله عز وجل بصرها عنه قالوا لها وما تريدين فيه قالت لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر فأنزل الرب عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها يعني في رقبتها تجر في جهنم بحبل من صوف من مسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اشتد الأذى على رسول الله وعلى أصحابه من جميع المشركين يوم من الأيام كان جالسا عند الكعبة يصلي بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فرآه المشركون عقبة وشيبة وعتبة وأبو جهل وغيرهم من صناديد الكفر فقال بعضهم لبعض من يذهب إلى سلا جزور بني فلان وكان آل فلان قد ذبحوا أو قد ولدت لهم ناقتهم ولدا فإذا بهم يقولون من يأخذ النجاسة الخارجة بعد الولادة من المشيمة وغيرها سل الجزور فيرميها على ظهره وهو يصلي فقام عقبة ابن أبي معيط أشقى القوم فذهب وجمع النجس والقذر وما تخلف من الناقة بعد الولادة سل الجزور فاحتمله ثم انتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سجد رماه على ظهره والمشركون يضحكون ويتمايلون من الضحك ورسول الله ساجد لربه جل وعلا ساجد والنجس والقذر على ظهره من سمع بهذا الخبر ابنته الجارية فاطمة الزهراء رضي الله عنها فأسرعت أخذت تركض فمسحت القذر عن ظهر أبيها فلما انتهى النبي من صلاته نظر إلى ابنته فاطمة تبكي وتنظر إلى المشركين ماذا يصنعون بأبيها قال لا عليك يا ابني فإن الله مانع أباكي يعني صبري فإن الله ناصري ثم ذهب النبي إلى المشركين وهم يضحكون ويتمايلون عند الكعبة بالقرب منها فدعا عليهم وقال اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعتبة اللهم عليك بشيبة اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان أخذ يسميهم واحدا واحدا يقول ابن مسعود وقد شهد هذا يقول والله رأيت الذين سماهم النبي كلهم صرعا في أول معركة في يوم بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر أوذي النبي أذى شديدا أمية بن خلف كان يهمز النبي أن يسبه جهرا ويلمزه أن يسبه سرا فأنزل الله ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة أبو جهل عليه لعنة الله يوم من الأيام جاء إلى المشركين أصحابه وقال لهم أي عفر محمد وجهه بينكم يقصد السجود قالوا نعم قال لئن رأيته لأطأن عليه برجلي فقالوا له ها هو ذاك يصلي رسول الله يصلي أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فإذا بأبي جهل يذهب إلى رسول الله يريد أن يطأ عليه برجله فتراجع والناس ينظرون ما باله لم يقترب تراجع تراجع ويضع أبو جهل يده أمام وجهه كأنه يبعد شيئا قالوا ما بالك جاء خائفا قال إن بيني وبينه لخندقا قال ورأيت أهوال وأمورا عظام فلما انتهى النبي من صلاته قال والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة لتخطفته الملائكة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا كلا لا تطع كلا لا تطع هو اسجد واقترب هكذا كان يؤذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذى شديدا من كفار قريش من خنق وضرب بل جاء إلى أحدهم يوم من الأيام فدعاه إلى الإسلام فأسلم فإذا به يذهب إلى صاحبه قال له ما بالك قال أسلمت قال صبعت قال بل أسلمت سمعت كلامه فأسلمت قال والله إنك لست بصاحبي حتى تكفر بهذا الدين وتذهب إلى محمد فتبصق في وجهه وفعل الرجل ذهب إلى رسول الله وكفر وارتد فأنزل الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سوف يعض على يديه جزاء نكالا بما صنع في هذه الدنيا أوذي كان يسب ويشتم كان أقرباؤه وجيرانه يضعون القذر والنجس عند باب بيته يخرج من بيته فيقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا أي جوار هذا كل هذا لأنه دعاهم إلى ربهم جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون يؤذى ولكن الرب عز وجل يصبره ويثبته لما اشتد البلاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قرر أن يجتمع بهم في دار عند الصفاة للأرقم ابن أبي الأرقم فكان النبي يأتي إلى هذه الدار سرا وكان الصحابة يجتمعون إليه في هذه الدار سرا إذا خيم الليل ودخل الناس بيوتهم تسلل الصحابة إلى هذه الدار يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحلاها من جلسة وما أجمله من مكان يجتمع فيه أبو بكر والإمام علي وعثمان بن عفان وطلحة وعبد الرحمن وبلال وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت والسابقون إلى الإسلام يجتمعون في هذه الدار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كل ما يتلى في هذه الدار وما يقال في هذه الدار إنما هو سر من الأسرار أي علم تعلمه السابقون الأولون أي إيمان يزدادونه كل ليلة وكل يوم ما أعظمها من جلسة وما أحلاها من دار اجتمعوا فيه الصحابة مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالنور في جنح الظلاء جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلاء جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم اشتركوا في القناة